وحدت عدة محافظات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الثلاثاء إضرابا وحدادا عاما على روح الأسير خضر عدنان الذي كان مضربا عن الطعام منذ 87 يوما وأعلنت السلطة الإسرائيلية وفاته صباح اليوم في سجن نيتسان من جانبها أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن الطاقم القانوني علق العمل اليوم أمام المحاكم الإسرائيلية احتجاجا على استشهاد خضر عدنان بدوره قام الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بإعلان الإضراب الشامل كما أعلن مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيتلح تعليق الدوام اليوم من ناحية أخرى قال متحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي أنه في وقت سابق من صباح اليوم تم إطلاق قذيفة هاون من قطاع غزة وأن القذيفة سقطت في منطقة السياج الأمني داخل إسرائيل كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم عن تفعيل صفرات الإنذار في منطقة غلاف غزة وقال الجيش أنه تم رصد إطلاق ثلاث قضائف صاروخية انطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل سقطت جميعها في منطقة مفتوحة كما وعقد وزير الأمن القومي إيتمر بنكفير جلسة لتقييم الوضع اتقرر خلال الجلسة منع خروج الأسرى الفلسطينيين من الأقسام لمنع حدوث مواجهات في السجون وطلب بنكفير من سلطة السجون إبلاغ الأسرى الفلسطينيين وفي حال وقعت مواجهات أو أعمال إخلال بالنظام في السجون أو في حال أنهم بدأوا بإضراب عن الطعام سيتم سحب عدد من الامتيازات التي يحصلون عليها يوميا كما جاء في بيان صادر عن مكتبه للحديث عن صورة الوضع في الأراضي الفلسطينية نضم إلينا في بث حي ومباشر من الناصرة الكاتب الصحفي نظير مجلة مساء الخير أخ نظير مساء الخير لك أخي فتح الله والأخوة المشاهدين والمشاهدات أخ نظير هل نحن أمام تصعيد جديد سواء كان ذلك في منطقة غزة أو الضفة الغربية ومنطقة القدس من دون شك نحن أمام مرحلة جديدة هذه أول مرة يموت فيها مضرب عن الطعام من الأسرى الفلسطينيين وهذه ليست مسألة عابرة نحن نعرف أن الشيخ خاضر عدنان كان في وضع تدهور صحي الجميع كانوا يحذرون طيلة الشهرين الماضيين من أن وضعه لا يحتمل أن يبقى مضربا عن الطعام وطبعا إضرابه عن الطعام جاء لأنه اعتقل اعتقالا إداريا ليس يوجد له ولا تهمة ولا يوجد لديه لدى الجيش الإسرائيلي أو المخابرات الإسرائيلية أو الشرطة الإسرائيلية أي شبهات بموجبها ممكن أن يحاكموه ولذلك فهو أعلن الإضراب لأنه معتقل ظلما فتركه بهذا الشكل يمرد ويتدهور أوضاعه الصحية ويذهب إلى المحكمة ويقرر القاضي العسكري أنك تتحمل مسؤولية عن وضعك يعني عمليا أعرف أنك من الممكن أن تموت ولكن أنت تتحمل مسؤولية وليس العم هذه ليست طريقة من الممكن أن تدفع أي أفكار باتجاه السلام أو باتجاه هدوء أعتقد أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المزيد من التصعيد ربما لا يكون تصعيد في غزة لأن هناك جهود مصرية وهناك الجهتان غير معنيتين بالحرب ولكن من دون شك أن على صعيد الميداني في المناطق الفلسطينية المحتلة نحن مكبلون على فترة صعبة للغاية مليئة بالتوتر ومليئة باحتمال السدمات أخ نظير برأيك كيف تتأثر إسرائيل من حدث كهذا المتعلق بوفاة أسير مضرب عن الطعام أمام العالم إسرائيل كانت دائما تتحسب من مثل هذا الوضع ولذلك رأيناها في كثير كثير من الحالات تقوم بالتفاوض مع الأسرى المضربين عن الطعام وتتوصل إلى اتفاقيات معهم بأن يتم تقليص فترة اعتقالهم الإداري ولكن في هذه المرة إسرائيل ليست رأي واحد وليست موقف واحد فيها كثير من المتطرفين الذين يحاولون استعراض العضلات أكثر من إدارة سياسة ومثلا إتامار بن جبير المسؤول عن مصلحة السجون يدخل في صدام مع مصلحة السجون يعني مصلحة السجون من خلال خبرتها الغنية ومع أنها ليست أحسن من يقود ويتعامل مع الأسرى ولكنها بشكل أو بآخر تفهم أن في بعض الحيان يجب أن تتنازل لهؤلاء الأسرى وأن تعطيهم عددا من الحقوق الأولية التي تضمن التهدع ولكن جاء بن جبير ينام بعيدا عن السجون لا يعرف بالضبط ما الذي يجب أي أن بن جبير أخ نظير يعني عفوا بن جبير يتوعد الأسرى في حال وقعت أحداث إحتجاجية في السجون ما دمت تحدثت عن بن جبير إلى أي مدى تحذير بن جبير هذا يردع الأسرى بن جبير لا يفهم شيئا في سياسة الأمن القائد الأمني الحقيقي هو الذي لديه إمكانية للمد والجزر للحديث والصد والرد للجزر والعصر في بعض الحيان وهذا ما تقوم به عادة مصلحة السجون لكن بن جبير لديه قاعدة شعبية من القوى اليمينية المتطرفة التي وعدها بأن يوفر لهم الأمن ولا يوفر الأمن وبضمن ذلك موضوع الأسرى الذي يعتبر كنبلة موقوتة هو الذي يمكن أن يفجر أوضع ليس فقط في المناطق المحتلة بل في كل الشرق الأوسط وهم يدركون ذلك في مصلحة السجون إلا أن الحكومة تعطي لبن كبير صلاحية القرار فهو يفكر أنه بالعربة من الممكن أن يحل شيئا لقد تراجع قبل ثلاثة أسابيع أمام مطالب الأسرى وصمت على إعطائهم بعض الامتيازات الآن تركها خضر عدنان يموت بهذه الطريقة هذه عملية يوجد مسؤولية كبيرة على إسرائيل فيها وتطير غضب حقيقي في الشارع الفلسطيني ولذلك من الممكن أن تؤدي إلى عكس نتائجها إذا فكر بن كبير أنه بهذه الطريقة سيربي الأسرى أو يربي المواطنين الفلسطينيين فهو مخطئ لأن هذه النتيجة فقط ستكون عكسية وهذا ما بدأنا أن نلمسهم بالشارع خلال هذا اليوم أيضا ما دمنا قد أتينا على ذكر بن كبير كيف تعلق على ما قال بعد صدور قرار إدانة مجندة في شرطة حرس الحدود بالاعتداء على إمرأة عربية هو يقول أن قرار المحكمة مثير للحيرة وهو يريد أن يفتح الباب لعودة هذه الشرطية إلى شرطة حرس الحدود نعم بن كبير لا يفهم طبيعة القيادة السياسية كيف تكون هو إنسان متطرف ليس مجربا بشيء ولديه نوايا سيئة تجاه الفلسطينيين ينظر نظرة استعلائية فيها الإنسان الفلسطيني الدني ولذلك نراه يحاول أن يفتح الطريق أمام عودة هذه المجندة وإعفاها من العقوبة مع أن هناك إثباتات واضحة أنها قامت بالاعتداء شرطة تثق بنفسها لا تفتح المجال لجنودها بأن يعتدوا على الناس عبثا عندما تثق بنفسك تحاسب من يخطئ هذه القوة ولكن بين كبير إنسان ضعيف وهو يريد شرطة ضعيفة يتخيل أنه يريدها قوية لكنه لا يدرك أن القوة هي في العدالة القوة هي في الاستقامة هي في احترام حقوق الناس وليس في العربدة عليهم العربدة هي أداة الضعيف أداة الإنسان الذي يسلب الآخرين حقهم ويتصرف بشكل غير حكيم ولذلك أنا أعتقد أن أبي كبير هو كارثة لإسرائيل قبل أن يكون كارثة لأي فلسطيني هو كارثة للمجتمع الإسرائيلي للقيم التي نمت هنا وهناك للقيم التي يحاولون أن يحموها الآن نتيجة للهبات الاحتجاجية القائمة اليوم لمنع تدهور أكبر في منظومة الحكم في إسرائيل إسرائيل تحتاج إلى عادة نظر في القضاء وفي الديمقراطية وفي الأسس والقيم وتحتاج إلى تحسينها وليس إلى إساءتها ما يفعله بنكبير ورفاقه مهدمت تحدثت عن هذا الموضوع وعن التداعيات لكل ما يجري يعني في حال تصعيد الوضع الأمني أكثر وأكثر كيف يسيؤثر ذلك على الائتلاف الحكومي؟ الائتلاف الحكومي في الوقت الحاضر صامد لأن لديه أكثرية ساحقة من 64 مقعدا كل حزب من هذه الأحزاب لديه مصلحة في أن يبقى في الحكم ولذلك هم يعملون كل ما في وسعهم لكي يبقوا ولكن هذه الحكومة تصطدم بشارع يغلي كالمرجل المئات الألوف الذين ينزلون إلى الشوارع اليوم هم ليسوا ناس عبرين هؤلاء يمثلون الدولة العميقة في المجتمع الإسرائيلي التي تريد أن تحسن أداها ليس فقط أن لا تدهوره أكثر هي تعرف أن إسرائيل دولة تلقى احتراما في كثير من المماكن في العالم لديها ازدهار اقتصادي تقدم تكنولوجيا علمي قوية اقتصاديا قوية عسكريا تستحق أن تحترم في المنطقة ولكن هذه السياسة التي تجري اليوم تأخر إسرائيل إلى دوراء وتسيئ إليها وتسيئ إلى مكانتها وقد رأينا أن هناك صدعا في العلاقات مع الولايات المتحدة هناك أيضا صدعا في العلاقات مع الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاقيات إبراهيم وهناك توتر في الشارع الفلسطيني وطبعا توتر في الشارع الإسرائيلي شرخ هائل في هذا المجتمع لم يسبق له مثيل طيلة 75 عاما حتى بدأنا نسمع أن هناك من يحذر من حرب أهلية ونعرف أن الحوار في مكتب رئيس الدولة اليوم يصطدم بباب مسدود ولن يفضي إلى نتائج وستعود الأمور إلى الشارع فنحن في وضع متوتر للغاية إسرائيل تقودها حكومتها اليوم إلى وضع سيء للغاية وهذا الوضع قد يكون له ثمن باهد على جميع الأصعاد بما في ذلك الاقتصاد العلاقات الدولية السياسة وحتى التوتر العسكري الذي من الممكن أن يشعل حربا في هذه المنطقة الآن لنتحدث عن الجانب السياسي استطلاعات الرأي الأخيرة تعطي بيني جانس قوة ومكانة قوية هل برأيك هذه نتائج تجعل أعضاء الاتلاف الحكومي يتمسكون أكثر ببقاء الحكومة حتى وإن كانت الخلافات متفاقمة نعم بالتأكيد وهنا مهم الظاهرة بيني جانس اليوم هي ظاهرة تدل على أن المجتمع الإسرائيلي تواقل الوحدة بيني جانس يمثل الوسط ما بينه الطرفين مع أنه يعرف تماما أن الحكومة اليمينية جاءت بخطة لإنقلاب على منظومة الحكم كلها وليس فقط لإصلاحات في القضاء ويعرف جيدا أن هذه الخطة جاءت بإعداد متمكن ودقيق خلال 18 عاما واليمين الإسرائيلي مع اليمين الأمريكي يشتغلون عليها ويعرف أنها تقود إسرائيل إلى انعطاف تاريخي في حياتها ومع ذلك يدعو إلى حل وسط يدعو إلى حوار يدعو إلى تفاهم والجمهور الإسرائيلي الذي يخشى حقيقة من الشرق الذي تحدثنا عنه قبل قليل يريد من يقوده إلى الاتجاه الآخر الاتجاه الوحدوي الاتجاه الهادئ الذي يعيش فيه الناس بشك بسلام وبهدو ولذلك رأينا أنه يصعد في الاستطلاعات ويضاعف قوته مرتين ومرتين ونصف المرة أيضا وبالمقابل اليمين بالتأكيد يرى أن هذا يعني أنه سيخسر الحكم كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن حكومة اليمين بقيادة نتنياهو بتركيبتها الحالية سوف تخسر الحكم إذا ذهبت إلى انتخابات ولذلك ستسعى بكل قوتها أن لا تذهب إلى انتخابات ولديها القدرة على ذلك لكن بشرط أن تقوم ببعض التغييرات بعد التنازلات أن تذهب باتجاه الطرف الآخر الاستبرار في سياستها هذه ونرى أن هناك قوة متطرفة داخل الحكومة ليس فقط ياريب لفين هناك مجموعة من القادة في اليمين في الليكود وفي الأحزاب الأخرى تريد وتتمسك ربما الأمل اليوم في الأحزاب الدينية التي تراجع نفسها وتقول نحن لا نريد صدام مع المجتمع الإسرائيلي كله وهذه القوة بدأت تهدد نتنياهو إما أن تنفذ الوعود الانتخابية أو تستقيل وقال له اليوم بوروش الرئيس حزب أجداد إسرائيل قال بشكل صريح وواضح ودقيق أيضا لا تحسب أننا نبقى معك فقط نحن نستطيع أن نكون في حكومة أخرى بمعنى التلميح إلى أن يذهب إلى المعسكر الآخر أنا لا أعتقد أنه سيذهب إلى المعسكر الآخر ولكن هذا التهديد يدل على بداية صدع جدي داخل اتلاف الحكومي وقد يؤدي إلى تفكك من الداخل وليس سقوط عن طريق المؤسسات البرلمانية في الكنيست السؤال الذي يطرح اليوم ماذا عن الأحزاب العربية؟ هل تستفيد من إجراء انتخابات مبكرة أم لا أخ نظير؟ ربما تستفيد لأن الغضب كبير والقلق شديد والمجتمع العربي في إسرائيل ينضج أكثر فأكثر إذا ضرورة أن نكون مشاركين في الحياة السياسية في إسرائيل بشكل أفضل وبشكل أعمق هناك قوة كبيرة للحركة الإسلامية لأنها دخلت على الإتلاف هناك قوة كبيرة للجبهة والعربية للتغيير لأنها لم تدخل الإتلاف هذا يعني أن الجمهور العربي في إسرائيل نتيجة لوعيه السياسي يدرك أن لدينا ذراعين يجب أن تكون ذراع من هنا والذراع من هنا ذراع في الحكم ذراع تناضل من القلال المعارضة ولكن كلاهما ضد سيطرة اليمين في الحكم هذا يعني يشير للمجتمع العربي بأن قوة العرب تزداد عندما تزداد قوة العرب حتى لو لم تكن راضيا عن هذه القيادة أو عن هذا عضو الكنيسة أو ذلك العزب فأنت تذهب إلى صندوق الاقتراع وتتؤمن بأن لديك قدرة على تأثير ما وهذا التأثير بدأ ينضج أكثر فأكثر يعني اليوم المجتمع الإسرائيلي فيه قوة جدية تطالبنا أن يكون شركاء المظاهرات التي تجري في القدس وتل أبيب وحيفا هناك من يدعو العرب أن تعالوا وانضموا إلينا ليس فقط للتظاهر أيضا في إلقاء الخطبات ويعني يريدون شراكة توجد قوة جدية تريد للعرب أن يكونوا شركاء وبرأيي هذه فرصة فرصة مهمة إسرائيل مقبلة على تغيير نهجها والسياستها مقبلة ربما على قيادات جديدة وفكر جديد لقيادتها يجدر بنا نحن كعرب أن نكون شركاء في هذا التغيير ولنا تمثيل محترم بداخله وكيف تقرأ أن أحد استطلاعات الرأي يعطي حزب التجمع خمسة مقاعد أعتقد أن هذه إشارة إلى أن حزب التجمع له حضور في الشارع وهذا الحضور مهم ولكن علينا أن لا ننغر وأقترع عليهم أن لا يعيشوا سكرة القوة آن الأوان للتجمع أن يعود إلى وحدة الصفة الوطنية يكفي لنا تجمعان تجمع الحركة الإسلامية الذي يؤمن بدرورة الشراكة في الاتلاف الحكومي تجمع آخر يشكل المعارضة السياسية العربية التي تكون حاجزا أمام سيطرة اليمين بهذه الطريقة من الممكن أن يرتفع عدد تمثيل العرب في الكنيسة إلى 12-13 وربما نعود إلى 15 مقعدا وهذا يكون مكسب ويوجد مكان لحزب التجمع في هذا الإطار يجب أن لا يكون خارج الوحدة ويجب أن لا يكون خارج الحلبة السياسية وحزب مهم يضم ناسا مهمين ناسا مثقفين ووطنيين ورائعين ويجدر بهم أن يكونوا جزء لا يتجزأ من الكيادة السياسية ولكن ليس بالانشقاق وليس بفاستفسيق الوحدة شعبنا ذاق الأمرين من التفسق آن الأوان لأن نفكر بشكل ناضج أكثر تجاه أهمية الوحدة وماذا بشأن مظاهرة اليمين التي جرت يوم الخميس الماضي هل فعلا كانت هذه مظاهرة تحذير نيتنياهو من وزير القضاء ليفين والمقربين منه أولا هي مظاهرة تدل على أن اليمين ما زال قوة مركزية في المجتمع الإسرائيلي يجب عدم تجاهلها ويجب عدم اعتماد على الشعارات التي تصغر الحكومة وتقلل من شأنها يوجد لها جذور عميقة في المجتمع الإسرائيلي من تعمق أكثر في قراءة هذه المظاهرة وجد أن الغالبية الساحقة من المشاركين فيها هم من حركة الصيونية الدينية وبالأساس المستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة هذا يعني أن هناك نفوذ وهناك ناس مستعدون للقتال في المجتمع الإسرائيلي دفاعا عن اليمين والسياسة اليمين الخطيرة جدا في نظري ولكنها موجودة العقل والحكمة والذكاء يحتم علينا أن نقرأ الخارطة بشكل جيد ونعرف كيف نكون أيضا في التصال مع هذه الكوة ونفهم ماذا يدور في المجتمع اليهودي إزايا صحيح أن اليمين ليس بمستوى اليسار والوسط الليبرالي والدولة العميقة في إسرائيل التي تنزل كل أسبوع مدة 17 أسبوعا مظاهرات بحوالي 300 أربعمائة ألف هذه القوة اليمين لا يستطيع أن يصل إليها من الناحية الجماهيرية ولكن ويستطيع أن يأتي بالمستوطنين مرة في الشهر بقوة كهذه وهذا يخيف نتنياهو وهذه القوة التي جاءت تبدو في الظاهر أنها مناصرة لنتنياهو في الواقع جاءت لتمارس الضغوط على نتنياهو ولتكبل نتنياهو لأن نتنياهو يبدي رغبة حقيقية اليوم في الذهاب إلى حوار لأن هناك من وراء الكواليس توجد مفاوضات بين نتنياهو والجهاز القضائي حول قضية الاتهامات الموجهة له بموضوع الفساد يعني هناك مفاوضات هي لم تعد سرا ولكنها تجري وراء الكواليس والجمهور لا يعرف تفاصيلها لكن المستشارة القضائية للحكومة النيابة والشرطة من جهة ونتنياهو ومحاميه من جهة أخرى هي تفاوضان حول إنهاء ملف الفساد بخصوص نتنياهو القضية هي أنه إذا توصل إلى اتفاق في نهاية المطاف نتنياهو هو ابن المؤسسة وليس ذلك اليمين المتطرف الذي يريد أن يدفع إسرائيل إلى التهدم وهذا يدركه اليمين ولذلك نرى أن اليمين الآن يمارس الضغوط على نتنياهو وهذه المظاهرة نعم مثل ما تفضلت هي محاولة للضغط على نتنياهو أكثر مما هي مظاهرة بسندة له وبرأيك كيف ستنتهي المحادثات الجارية في بيت رئيس الدولة حول التعديلات والتغييرات في جهاز القضاء ونحن نسمع بني جانس الذي يقول أنه ليس هناك تقدم بهذه المفاوضات أعتقد أن هذه المفاوضات ستنتهي إلى باب مسدود لأنها مفاوضات على أمرين جوارينين من الصعب أن تجسر بينهما نتحدث عن محاولة انقلاب على منظومة الحكم الديمقراطية التي تستهدف أن يكون في إسرائيل نظام حكم يتيح للحاكم أن يبقى عشرات السنين مثل دول العالم الثالث ومن المقابل الدولة العميقة التي تريد أن تحافظ على إسرائيل الديمقراطية وتزيد من ديمقراطياتها وتزيد من إنسانياتها وتتحدث عن مساواة وتحدث عن دستور أيضا يجعل إسرائيل دولة مثل دول الغرب الدستورية التي يصعب على اليمين المتطرف أن يسقط الحكم فيها هذا صراع كهذا بين طرفين على نقيد كهذا ليس سهلا أن ينتهي إلى اتفاق ومع ذلك من الممكن أن يجري شيء من الاتفاق في بعض القضايا لكن أين هذا المفاوضات علينا أن نتذكر هي بين الحكومة وبين حزبين ثلاثة من المعارضة وليس مع القيادة الاحتجاجية قيادة الاحتجاجات ليست موجودة في هذه المفاوضات وهي تقول أن هذه المفاوضات لن تأتي إلى شيء ولكننا لا نعارضها لأننا سننتظر نأمل خيرا لنرى نتائجها ولذلك حتى لو اتفقوا على شيء المظاهرات لن تتوقف هناك شعور لدى الدولة العميقة في إسرائيل أن اليمين يريد أن يحدث ثورة على الحكم في إسرائيل وأي اتفاق معه في حل وسط أو غيره لن يأتي بنتيجة ولهذا حتى لو اتفقوا لن تنتهي المشكلة ولكن أعتقد أن من الصعب أن يتفقوا في هذه المرحلة أنت تعلم أنه مع كل الحديث عن السياسة وجهاز القضاء الناس حاليا يختنقون من غلاء المعيشة كيف يمكن أن يؤثر هذا الموضوع على ثابات الإتلاف الحكومي؟ هذا واحد من العناصر التي من الممكن أن تضعضع أكثر الحكومة الحكومة الآن هي من ناحية الجمهورية هي في وضع سيء كما أشرت تتخسرت حتى الآن في استطلاعات الرأي ما بين عشرة إلى خمسة عشرة مقعدا ويعني عمليا خسرت الحكم من الناحية الجمهورية طبعا الآن هذا كله جرى قبل أن يجري رفع أسعار الحليب ورفع أسعار الكهرباء ورفع أسعار الحليب سيؤدي إلى رفع أسعار آخر في عديد من المواد الأخرى هناك إشكاليات نقابية أيضا العمال أيضا ونقابات العمال تشعر بحاجة إلى تغيير في تفاقيات العمل الأطباء يعني هناك عدد من القضايا المتفجرة على صعيد الاقتصادي الاجتماعي في إسرائيل من الممكن أن تزيد في ضعضعة أركان هذه الحكومة وزيادة تفسخها لاحظنا أنه عندما تم اتقالة جلند أعلن الإدراب في إسرائيل عن العمل ورأينا أن الحكومة لا تصمد أمام مثل هذا الإدراب ولذلك إذا تطور النضال النقابي في إسرائيل والنضال الاجتماعي للمطالبة بمصالح جمايرية الأمور من الممكن أن تساهم أكثر في ضعضعة الحكومة وضعضة الحكومة وربما تؤثر على تفسقات داخلية فيها لأن هناك قوة داخل الحكومة أيضا لا توافق على هذه السياسة الكاتب والصحفي نظير مجلي كنت معنا من مدينة الناصرة شكرا جزيلا لك شكرا لك أستاذ فتح الله شكرا لك